القبض على أحد عشر أميراً تجمعوا في قصر ملكي في الرياض في احتجاج نادر على إجراءات تقشف اجتملت على إيقاف سدات فواتير الكهرباء والماء عن الأمراء بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم من جهة أخرى أمر الملك سلمان بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة عام تعويضاً عن زيادة تكليف المعيشة بعد أن رفعت الحكومة أسعار البنزين المحلية وفرضت ضريبة القيمة المضافة اعتقالات جديدة تطال أحد عشر أميراً سعودياً تقول الأخبار الواردة من الرياض إنهم اعتقلوا عقب رفضهم مغادرة أحد القصور الملكية حيث كانوا ينظمون احتجاجات وحسب موقع سبق الإلكتروني فإن الأمراء الذين أودعوا سجن حائر سيء السمعة كانوا يطالبون بتعويضات مالية من حكم متورط فيه أحد أبناء عمومتهم بالإضافة إلى مطالبتهم الملك سلمان بالتراجع عن قراره بوقف دفع فواتير المياه والكهرباء للعائلة المالكة وأشار الموقع إلى أن الأمراء سيمثلون أمام القضاء للمحاكمة في واقعة عادت إلى الأذهان اعتقالاً نحو مئتي شخص من الأمراء ووزراء سابقين وحاليين ورجال أعمال في الآونة الأخيرة بتهم قالت السلطات إنها تتعلق بالفساد وأعلنت السعودية زيادة الرواتب والمزايا الاجتماعية للمواطنين بهدف التخفيف من أعباء الإصلاحات الاقتصادية وما ترتب عليها من غلاء المعيشة ووفقاً لأوامر أصدرها الملك سلمان فإنه سيصرف ألف ريال سعودي للموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة على أن يتم صرف مكافأة خمسة آلاف ريال للعسكريين على قطوط المواجهة مع اليمن بالإضافة إلى تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ ثمانمائة وخمسين ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول وكانت السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم قد اتخذت الاثنين الماضي قراراً ضاعف تقريباً أسعار البنزين في إطار مبادرة إصلاح واسعة تستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد كما بدأ في اليوم ذاته سريان ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة في المئة على مجموعة واسعة من السلع والخدمات ونبقى في المملكة حيث دعت لجنة حماية الصحفيين الدولية الرياض إلى الإفراج عن صحفي سعودي وردت تقارير عن احتجازه الأسبوع الماضي بعد أن انتقد الحكومة وذكر نشطاء سعوديون ووسائل إعلام أن السلطات احتجدت صالح الشيحي الكاتب في صحيفة الوطن يوم الأربعاء بسبب عدة مقالات ومقابلات تلفزيونية اتهم في إحداها الديوان الملكي بالفساد في توزيع الأراضي للمزيد ينضم إلينا من جدة خالد بطرفي الكاتب والمحل السياسي سيد بطرفي أهلا بك نبدأ بقرار الملك سلمان بوقف إجراءات مساعدة الأمراء فيما يتعلق بسداد الفواتير الكهرباء والماء وهي التي قُبلت باعتراض عدد منهم وانتهت باعتقالهم كيف تقرأ توقيت ودلالات هذا القرار استسقالي هذا القرار اتخذ في عهد الملك عبد الله رحمه الله بإيقاف مساعدة الأمراء في دفع الفواتير التي غير مسددة لبعضهم فالقرار نفذ من قبل ولكن بعض الأمراء رغم أن القرار هذا ساري منذ فترة طويلة إلا أنهم يسرون على عدم الدفع فتخصم من مخصصاتهم يبدو أن هؤلاء خاصة بعد ارتفاع أسعار الطاقة قرروا أن يحتجوا على هذا الأمر وأن يطالبوا بعودة الأمر إلى ما كان عليه قبل القرار الذي اتخذ في عهد الملك عبد الله وبالإضافة أنهم يطلبون تعويضات مادية عن القصاص الذي حل بأحد أبناء عمومتهم وكان متورطا بقتل أحد رفاقه ولم أسرة المقتول على الفدية أو على المسامحة فتم تنفيذ القصاص به في ذلك الوقت نعم لكن هل الرد بسجنهم واعتقالهم خصوصا في سجن حائر هو رد مناسب برأيك؟ المشكلة أنهم لم يستجيبوا لمن طلب منهم يعني من أفهمهم بخطأ هذه المطالبة وطلب منهم بالعودة إلى بيوتهم واضطروا ويعني اعتصموا في القصر الملكي ورفضوا الخروج فكان لابد من التعامل مع الموقف بالطريقة الوحيدة التي كانت مناسبة في ذلك وهي أن يؤخذوا قصرا وأن يودعوا في سجن حائر حتى يتم التحقيق معهم عن أسباب هذا التصرر طيب فيما يتعلق بالقرار الآخر وهو دفع بدل غلاء معيشة ألف ريال للمواطنين وأربعة ألف للعسكرين الذين يعني يقاتلون على الحدود أو يحرسون الحدود كيف ترى أيضا توقيت هذا القرار الملكي؟ هل هو يأتي في إطار البرمجة المتفق عليها في دول الخليج والتي بدأت هذا الشهر في يناير أم ماذا؟ أم أنها قرار داخلي سعودي؟ لا ما تم الاتفاق عليه في دول الخليج هو فيما يتعلق بأسعار الطاقة والقيمة المضافة هذا ما تم الاتفاق عليه ولكن السعودية تخفيفا عن المواطنين أقرت بضعة أمور الأمر الأول كان حساب المواطن الذي أودع فيه مبالغ لكل مواطن وبشكل شهري يعول أسرة أو حتى يعني يعول نفسه وتتفاوت هذه المبالغ حسم حجم الأسرة وحجم الدخل وإذا كان يستحق أكثر أو أقل فتراوحت من 300 ريال إلى بضعة ألاف بالنسبة لهذه العلاوات فقد كانت وعد فيها من قبل عندما أوقفت قبل عام كان هناك وعد بأن عندما تتحسن الأمور وتتحسن ميزانية الدولة سوف تعود وكان هذا تنفيذا لذلك الوعد أما بالنسبة لبدل الغلاع فقد تم قبل ذلك في أحد الملك عبدالله أيضا أعطاء المواطنين العاملين في الدولة والقطاع العسكري والمتقاعدين بدل الغلاع في ذلك الوقت نسبة 5% سنويا لمدة ثلاثة سنوات خالد بطرفي الكاتب المحل السياسي من جدة شكرا جزيلا قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 17 شخصا على الأقل قتل وأصيب أخرون في غارات لطائرات روسية